في ظل تسارع معدلات الإصابة بالمتحور الجديد من كورونا جاءت توجهات عدد من دول العالم إلى فرض تدابير جديدة لمكافحة كوفيد على المسافرين القادمين من الصين هذه الإجراءات أدنتها خارجية الصينية واعتبرت أنها تفتقر إلى الأساس العلمي محذرة من أن بكين ستتخذ الإجراءات المناسبة على أساس مبدأ المعاملة بالمثل يأتي هذا بينما أظهرت بيانات في بريطانيا وجود متحور جديد من فيروس كورونا يتميز بعدواه الشديد مشيرة إلى أنه مسؤول عن واحد من كل 25 إصابة في المملكة المتحدة كما ضق المتحور الجديد ناقص الخطر في الولايات المتحدة لسرعة انتشاره وتسببه في زيادة الإصابات التي تتطلب حالتها المعالجة في المستشفى وأصبح المتحور الجديد مسؤولا في الولايات المتحدة عن أربع من أصل كل عشر حالات بعد أن كان مسؤولا عن حالتين من بين كل عشر قبل نحو أسبوع وبحسب المعلومات فلدى المتحور طفرة تؤدي إلى إصابة الناس بشكل أكبر من سابقي ومراوغة الحماية من التطعيمات والإصابة السابقة بالعدوى وتعتبر أعراض المتحور الجديد من فيروس كورونا هي نفس أعراض متحور أوميكرون إلا أن حدته التنفسية أقل من فيروس كورونا وتشمل ارتفاع درجة الحرارة إضافة إلى ضيق التنفس وصعوبة الحركة والشعور بالتعب والإرهاق وظهور طفح جلدي في بعض الحالات وقد يتعرض الشخص المصاب لبعض الأعراض الأساسية لفيروس كورونا ومنها الحمى والسعال والتهاب الحلق وفي حالات نادرة قد يعاني المريض من القيئة والإسهال وتمتد الأعراض لسبعة أيام